وخلال مؤتمر صحفي على هامش زيارته لمحافظة الغربية أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن الدولة حين تختار قطاعا للعمل على تطويره يتم اختياره بناء على رؤية اقتصادية وذلك لتحديد القطاعات القابلة للتطوير والقطاعات الغير قابلة للتطوير فالنهاردة كان اختيارنا لما بنيجي نختار قطاع عشان نطوره بنختار القطاعات اللي هي تخدم على الاقتصاد المصري وتساعد كمان القطاع الخاص بعد كده أنه هو يكمل القطاع الخاص موجود فيين موجود في صناعة الملابس والوبريات اللي هو الجزء الأخير من البروسيس ويمكن بعضهم ممكن يمقى موجود في النسيج ولكن الأساس هو عايز المنتج اللي يدخلوا عنده في الملابس والإنتاج اللي كله فالنهاردة لما بنختار قطاع عشان نعمله تطوير بنختاره بناء على رؤية موجودة للاقتصاد فبنقول ده اللي ينفع مع التطوير وده اللي ماينفعش فيه تطوير والأفضل احنا كدولة نوقف نزيف الخسائر